ترى لو واحد صاحبك سافر برا مصر مثلا وقعد 10-15 سنة وما شفتوش طول المدة دي متوقع لما تشوفه هتلاقي هو هو نفس الشكل ولا هتلاقي عرجز شعره بيض صلاع قد يحصل مع مرور الزمان على اي حد طب لو ريتوا ذلك ان في ناس قعدوا مش 10 ولا 15 دا قعدوا 300 سنة ولما شافوا بعد ما استغربوا الشكل بعد وشافوا ان عادي مفيش اختلاف على هيقته ميني الناس دول واي احتياتهم ده اللي هنتكلم عنه النهاردة بس قبل ما نكمل كلامنا افكركم كون مشتكين في الكورنية ومفعلين دراس تربيه والحلقة العربية بتعمل لها لايك وشير النهاردة هنتكلم في حتة معينة عن اهل الكهف وهي ان ربنا اراد حدوث معجزة ليهم الا وهي تأثير الزمن عليهم تأثير الزمن ازاي ان اهل الكهف وكرسة احنا عارفينها ان هم نعموا 300 سنة في الكهف وبعد يا ربنا اراد حدوثهم والحقيقة ان كان في امور عجيبة كثير حادثت في كرساتهم تضل هنا على قدرة الله عز وجل عشان كده بدأ الكرآن الحديث عن هذه الكرسة بحوره تعالى ايه ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا ايه بقى عجبة اشارة هنا لحدوث عدة امور عجيبة منها ايه بقى لنتكلم عنه النهاردة ان ربنا عز وجل اوقف تأثير الزمن عليه فطبعا زي ما قلنا في البداية ان هي في قعدة معروفة بياخذ عليها كل الاحياء ان كل ما يمر عيك الزمن كل ما المرء هنا بيكبر ويعجزه يخش في نحلة الشيبة وشعر وبيضه يبدأ بقى قلم العظم والشيخوخة وجلده يبلع العنز وهكذا وتلاقي طبعا اكيد لو الناس زي دول ناموا مفروض يصحوا يلاقوا ضغفرهم طويلة دي قعدة ما بيختلفش عليها اتنين ولكن ربنا هنا عز وجل كان بياده الامر اراض هنا انه يظهر قدرته وانه يخلي ناموس الكون ده كله يحصل له نوع من الخرق والاعجاز انه يخليه يناموا ويصحوا ويبقاش في اختلاف حتى نعرف كلنا ان الله غالب على امر هتتقول لي ازاي؟ معلش عرفت مني انه حصلتش اختلاف اما مقالهاش صراحة انا هقول لك حدا مهم هنا قوي لما ربنا يقولوا كذاك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم ايه؟ كم لابثتم؟ قالوا لابثنا يوما او بعض يوما قالوا ربكم اعلموا بما لابثتم تعال تخيل معي انت نايم انت واحد صاحبات 300 سنة وصحيته لو الطبيعة هتصحوا هتلاقي شعرك بيد وضافرك تولد كنوا قال لي صاحبه يوم او بعض يوم يوم يومين مش واخد بها دي ربنا اعلم اعتد لا اعتد لا اعتد هنا ما شافوا بعد ما تخضوش ما شافوش منظر يخد فهنا المعجزة اللي اراضي الكرآن ان هو يسجل هلم ده امر عجيب حصل لاصحاب الكهف اشارت ليه الايات عشان ربنا يبعد لنا رسالة على مر السنين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء فاحسن الظم بربك وبقدرته مهما حل بيك بقى من شدائد ولا ولا اي مشكلة قبلتك فربنا بقدرته تقدر تستغيث بيه وان هو قادر على كل شيء يلا سلام